طبعا يوم الاتنين يبقى معانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر منورنا مولانا ورمضان كريم بارك الله فيكم ومبارك شهر رمضان على الإنسانية جمعاء طب أنا هقسم الحلقة نصية نص قبل الفصل نص بعض الفصل عايز أبدأ الأول بمن هو المرخص له أو المسموح لي بإفطار الشهر الكريم أو بعض من أيام بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان متجر الصالحين وميدان المتسابقين ومغتسل التائبين وهو معسكر إيماني لتجنيد الطاقات وتعبئة الإرادات وشعز الهمم لإدراك المهور الكبيرة في عجالة ووجازة أولاً نلحظ في آيات الصيام في صورة البقرة أن الله تعالى قال يريد الله بكم اليسرى لأولا يريد بكم العسر فالصوم الصحيح المخيم عزيمة من سميف الفقه الإسلامي إيه؟ يعني عزيمة أنك تأتي وهناك رخص لعل هذا مقصود السؤال فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدات من أيام أخر طبعاً لحدد هنا المرض ونوعه وتداعياته الأطباء قبل الفقهاء والصفر فوق 85 كم في المرحلة الواحدة الرخصة الثالثة المرضى بأمراض مزمنة وكبار السن الذين قرر الأطباء عدم احتمالهم للصيام إلا بمشقة بالغة طبعاً عايزة توقف الأول عند الصفر الصفر 85 كم ده باعتبارات زمان في زمن الرسول نعم هو الأمر أستاذ يوسف ليس التعب الجسماني وقد يكون فيه تعب نفسي قد يريد هناك من يريد أن يتناول فنجان من القهوة أو يريد أن يتناول دواء أو عصير أو ما دواء يبقى مريض لا ممكن يكون مضطرب ممكن يكون خايف يعني لأن هنا في المشقة هنا ليست مشقة جسمانية ولكن فيه مشقة أيضاً نفسية وعلى الذين يطيقونه فدياتهم طعامه مسكين يعني الذين ممكن يصوم بس بمشقة فادحة قد تهدد حياته فطبعاً هذا الإنسان بيخرج طعام مسكين عن كل يوم أما بالنسبة للمريض وبالنسبة للمسافر طبعاً بعد شهر رمضان بيقضي ده هذا هو الأصل وجاءت السنة النبوية الصحيحة فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص للحامل والمردع أيوة والحامل والمردع بمثابة المريض بمثابة المريض ترجمة نانسي قنقر